بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله من الرحب بكل سادة مشاهديننا في كل مكان حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم مبدئيا طبعا إحنا بنعز كل أسر الضحايا للحادث المأساوي الحادث اللي كلنا النهاردة يعني أعتقد بين من ساعة ومن ساعة ونص الحادث اللي حصل في محطة مصر يعني حاجة بشعة يعني بجد والله أنا مش عارفة نطلعت الحلقة إزاي لدرجة يعني كناش المفروض نطلع الحلقة لكن حبينا نطلع عشان نعزي أسر الشهداء ربنا يجعل آخر الأحزان يا رب وربنا يسترع علينا وعلى البلد دي كلها لأن الموضوع فعلا النهاردة مأساوي للغاية النهاردة اللي حصل في محطة مصر طبعا إحنا لسه ما نعرفش أي تفاصيل لسه ما نعرفش أي أعداد إحواء اللي أنا عارفنه اللي فيه أعداد جسس رهيبة موجودة فيا رب يعدها على خير إن شاء الله ويصبر أهالي الأسر الشهداء إيه اللي حصل؟ انفجار تصدم الكتار إحنا ما نعرفش أي حاجة عن الموضوع لكن بجد إحنا بنعز الناس وبنعز مصر وربنا نسترها علينا في الأيام اللي جاية دي لأن البلد دي شافت كتير قوي واللي بيحصل ده كتير قوي بصراحة ويا رب إن شاء الله نعدي الموضوع ده على خير هنشتغل النهاردة الحلقة بتاعتنا عادي وتسامحونا عشان إحنا مش هنبقى في الموت خالص النهاردة هنشتغل في كذا حاجة النهاردة ونبدأ اللي إحنا نشتغل بإذن الله في أول حاجة موضوع المشاركات بتاعت عيد الأم عندي موبايل لو عايزين تشتركوا عليه لو عايزت تقولي قصة والدتك أو قصة خالتك أو أنت تكتب قصة كفاحك إن شاء الله هنبقى مصادفينك هنا معنا في عيد الأم أرقام التليفونات من أي موبايل واحد 3 سبعات أو من أي خط أرض يزولي 909 3 سبعات ده بالنسبة للأرقام التليفونات الخاصة بمشاركات عيد الأم عندك المشاركات اللي بتظهر للبرنامج عندي قدام حضرتك الأرقام لو حابين تتواصلوا من خلالها تعالوا نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم عندنا القنافة الخضرة هنعملها بالجبنة إزاي وسبحونا أنا والله لو أعرف كده من كنت عملت حلوات النهاردة خالص لكن هي الموضوع لسه من ساعة وإحنا كنا محضريني الحلقة فاضطريني إحنا نشتغل على طول عندي أول حاجة كنافة هنبدأ نعملها النهاردة إن شاء الله ونبدأ إحنا نشتغل فيها كنافة خضرة إزاي بنجيب الكنافة وببدأ إلا أنا حط لها فوستق بودر وبعد كده أبدأ إلا أنا أسايح لها سامنا عندي على النور وبعد كده أبدأ إلا أنا حط لها سنة لون أغضر خلينا نشوف الحاجة أو الحلقة هنبدأ نشتغل فيها إزاي أول حاجة عندي المأدير عندي كنافة فوزدق طبعا مش أستخدم كمية الفوزدق دي كلها أنا أاخد بس شوية صغرين بس بأوريك بس الفوزدق اللي إحنا نستخدمه للكنافة هنلون بالكنافة مع سنة لون أغضر مع شوية سكر بودر تمام؟ بعد كده عندي السامنة طبعا هنجيب 2 كوب سامنة هنسياحهم عندي على النار عشان هنبدأ اللي إحنا نشتغل فيهم أهو بعد كده ده الكريمة اللي أنا أعشي بيها لمن نشا ميا ماء زهر جبنة متزرلة بعد كده الشربات اللي أنا هبدأ أشتغل بيه الشربات اللي هو يعني 3 كوبات سكر كوباية ونص مية وعصير لمونة ده بالنسبة لإيه للشربات اللي إحنا هنشتغل فيه النهاردة إن شاء الله ونشوف هنبدأ اللي إحنا نشتغل في الحاجة إزاي طيب أول حاجة هاخد عندي الكريمة نعلق عليها الأول فهحط عندي نصف لتر لبن على النار نبدأ اللي إحنا نغليه مع بعض ده بالنسبة للحشو قدام حضركم قص حمد بنزله اللي هو نصف لتر لبن مع لقتين نشا وربع كوباية من المية ومية الزهر وربع كباية من الجبنة المتزرلة وربع لتر من الشربات التقيل ببارد اللي أنا هسق بيه لكنافة في الآخر طيب إحنا إزاي وصلنا بالموضوع بالكنافة بالشكل اللي حضرتك شايفانه الكنافة دي هو أغدى مش لون أغدر بس ده أغدى فسدق بودر ومطحون جواها فبصراحة رحيتها حلوة أو الطعمها حلوة إن شاء الله يعجبت جدا هناخد أول حاجة شوية الفسدق ونبدأ اللي إحنا نطحنهم في المطحنة بتاعتي ونبدأ نقفل على المطحنة ديت ونبدأ اللي إحنا نطحنهم يعني لازم يكونوا عمين جدا بودر لما نيجي نطحن الفسدق في المطحنة ما ينتعش إن إحنا نشغل المطحنة ونسيبها دايرة على طول لازم نفصلها ونشغلها عشان ما يتعجنش معايا الفسدق كده وتقومي فاصلة كده وتقومي فاصلة عشان يطلع في الآخر إيه؟ بودر أهه قدام حضر الكهوت فده يطلع في الآخر مش معجون هيطلع عندك بودر في الآخر زي اللي حضرك شايفاك إلا قدامك في الشاشة طيب هنجيب الكنافة بتاعتنا ونبدأ اللي إحنا نحطها ويا ديت الكنافة تسبيها بره شوية تاخد رتوبة الجو بره عشان تبقى نشفة معاك طيب عشان تطلع مقرمشة معايا بديها عندي معلقة سكر بودر هادي السكر وبعد كده أمي ادها إيه؟ الفسدق البودر اللي إحنا تحنناه قدام حضرتي كيبقى الكنافة مع السكر البودر مع الفسدق مع بعض وبعد كده أمي أخد كده الكلام ده كله ونبدأ اللي إحنا نتحنه مع بعض بعد كده أمي أخد إيه بقى سنة لون أخدر حاجة بسيطة من لون أخدر ملون بيها بسم الله ونبدأ نشغل وهده كده هنجيب السمنة بس هنخط نسينة لون أخدر كمان عشان نلون بالكنافة بتاعتها زي ما أنت شايفة اللون أهو قادي اللون الأخدر متاعنا طيب بعد ما نخلص بنقول واخدين عندي الكنافة كلها اللي إحنا عملناها بلون الأخدر دير هلو الكلام وفاها فوزدق طعم الفوزدق نفسه مش أوكي ونبدأ اللي إحنا إيه نقلب كل ده مع بعضه الكنافة اللي أنا أديتها لون أخدر وديتها فوزدق بودر مع بعض يبقى اللون اللي إنت حضرتك شفتيه ده عمره ما هيبقى أو اللي إنت هتشوفيه ده عمره ما هيبقى من الفوزدق بس يعني هي آه مدية اللي أنا أتحس اللي أنا طحنت فوزدق لكن ده مش فوزدق بس ده فوزدق مع سن من اللون الأخدر فدتني اللون المحترم ده بس نبدأ بقى نعمل آه نبدأ بقى نعمل إيه بقى؟ هبدأ أجيب علي فرشة صغيرة ونبدأ اللي إحنا إيه نديهن الصينية عشان نبدأ نشتغل في أول طبقة من الكنافة هجيب سامنا يا مدام هده إزاي حضرتك؟ أخير مساء نور يا فندم إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا سيطة الكل أهلا بحضرتك يا سيطة الكل أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أنا أحضرتك من البداية أهلا بحضرتك لو فتحت قنوات الأخبار هتلاقي فيه خبر مفزع جدا جدا قمنا كلنا عليه النهاردة خبر في محطة مصر حصل تصادم بين قطرين اتنين وفيه وفيات كتير جدا فعشان كده احنا طالعين النهاردة مدائين وما قلناش أصلا طالعين الحلقة النهاردة لكن طالعين هنعزل الناس وكده يا تحت امرك يا سيطة الكل وفي محطة بنا أخليك يا فاني أشكرك يا سيطة أني أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك اهلا بك يا سيطة هده أهلا ما ب أقول لك إيه اللي حصل بالزبط لكن أنا بقول لك اللي إحنا شايفينه دلوقتي فيديوهات بس لسه ما فيش أصلا حد صرح بأي تصريح لحد دلوقتي وما نعرفش أصلا الموضوع أصلا وفيات أو الحرق ده أو انفجار أو تصادم لسه ما نعرفش أي حاجة عن أي موضوع ربنا يعني أهم حاجة يصبر أهالي الناس اللي توفت وأهالي الشهداء اللي رايح على أكل عيشه واللي رايح تعبان رايح مستشفى تلاقي كل واحد فيه اللي مكفيه طيب تعالوا بقى نشوف عندي الكريمة اللي أنا هربطها هنا عندي لبن زي ما اتفقنا ضفناه أحط النشا مع المية أحط معها ماء ظهر يعني نشا مع المية مع ماء الظهر وبعد كده وبعد كده نبدأ اللي إحنا إيه نقلب اللي اتنين دول مع بعض وبعد كده نقوم جايبين عندي مضرب السل كده ونبدأ اللي إحنا نقلب الكريمة ديت مع بعضها مادام إيمان إزاي حضرتك مادام إيمان آلو بعد ما الكريمة كده بدأت اللي هي تفتح كده معي وبدأت اللي هي تربط معي على النار يعني محمد نقوم ضيفنا لها الجبنة المتزرلة ومجرد منضيف الجبنة نروح شايلينها على طول من على النار مادام إيمان إزاي حضرتك أهلا بيك يا فندم الحمد لله موقع ساعدت تأجب تتابعات الكيكة بشكرة الكيكة حاضر من عيناء الاتين يا ست إيمان حاضر تحت أمر حضرتك يا فندم شكرا بيك السخنية ملاش نحط الجبنة كتير بقى على النار عشان ما تفقدش المطة متاعتها هنبدأ اللي احنا نقلب طبعا كل ما تسبيها مع الكريمة كل ما تشد معاكي وتديك المطة المحترمة جدا اللي انت محتاجاها كده الكريمة عندي جاهزة نخش على طبقة الكنافة متاعتنا اللي أنا عاملها بالفصدق ونبدأ اللي احنا إيه أوزحها في الصينية زي ما حضرتك كده شايفة بالزبط ونعمل حروف لها الأول لازم الحروف ديات تعملها للكنافة متاعتك خلي بالك يا مش اللون الأخضر ده من إيه عشان اللي مش بتابعنا اللون الأخضر ده من الفصدق البودر ومن اللون أخضر اللون أخضر وفصدق بودر أفردها في الصينية كده ونزبطها تعالوا نبص الجبنة عم حمدي بعد ما إيه بعد ما بدأت اللي هي تسيح معايا بدأت تبقى عمنا إزاي طيب تعالوا بس نجيب إيه أجيب اللي أجيبكم بتاعنا ده ونحط في السمنة نسياحها عندي على النار اللي أنا هسئ بيها الكنافة فهوحط سمنة هنا أهي بص كل ما يعني كل طبعا ما الجبنة بتبدأ اللي هي تسيح معاكي جوة الكريمة فبتلاقي إيه بتلاقي المطة لحضر كده شايفاها كده بالزبط دي من الجبنة المتزرلة ناخد الكلام ده كله ونروح فين عندي في نص الصينية ده فيه جبنة آه ما هي فيه لو الجبنة دي تكون لها أصلا هسيح جوة الصينية فهنفيش أي مشكلة خالص هنبدأ نجيب عنده الكنافة التانية ونجيب الطبقة التانية ونبدأ اللي إحنا إيه نحطها من فوق الصينية بتاعتنا بسم الله تمام كده بعد كده بجيب عندي صينية تانية ونبدأ بس طبعا مش يعني ما تضغطيش قوي عشان الكريمة ما تطلعش بره ليه الكنافة دي يهميني طبعا بس حاول لناها بس إيه أسويها من فوق زي اللي حضريك كده شايفها بالزبط ولو في أي كريمة طلعك كده مندريها بحطة كنافة صغيرة تمام هنبدأ نجيب إيه بقى السمنة لساحة عندي ونبدأ نسئ بيها الكنافة متاعتنا عشان هنبدأ ندخلها الفرن تمام التمام أول كده ونبدأ اللي احنا نحطها فين؟ في الفرن على درجة حركان مية وتمانين تمام كده هناخدها بعد ما عديناها الحاجة متاعتنا ونبدأ نحطها عند فيه الفرن بتاعنا طيب، نشتغل في حاجة تانية ولا ناخد فاصل؟ ممكن نشتغل في الشربات لو عايز طيب، هنطلع فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هنبدأ نعملكو الشربات التقيل اللي أنا هبدأ أسقي به الكنافة، أنا طبعاً عامل شربات التقيل قبل الهواء عشان يبقى بارد عشان نسقي به الكنافة متاعتنا، للكنافة تطلع هقلب هالك إن شاء الله وراء هالك على الهواء تبقى عاملة إزاي؟ خلينا نشوف الكنان ده إن شاء الله لكن بعد الفاصل أهلاً بيكو طبعاً بنرحب بيكو في الفاصل التاني عملنا في الفاصل الأول عملنا الكنافة الخضرة اللي إحنا ورناهالك دلوقتي قدامك على الشاشة وورناهالك إزاي اللي إنت تقدر تعملها للمنا حشو وتقدر اللي إنت تحطي لها السمنة وتدخلها عندك في الفرن على درجة حرارة 180 نرجع تاني بقى ونعمل عندنا الشربات اللي أنا هبدأ أعمله اللي كتير قوي من الناس بيبوز منهم مع إن الشربات من أسهل ما يمكن إنت بتحطي الشربات التقيل بالذات اللي إحنا نتكلم في ده اللي هو كباية ونص مية و3 كبايات من السكر هنبدأ نحط كباية ونص من المية وبعد كده نقوم حطين 3 كبات من إيه؟ من السكر تماما بعد كده بقوم عامل إيه بقى؟ بقوم يدوب عندي أقوم داخل عندي السكر مع المية ونبدأ اللي إحنا نقلب يا باشا كل ده مع بعضه حلو عشان بس الناس اللي بتقول إيه ده الشربات بيسكر ولا حاجة ولا هيسكر منك ولا أي حاجة خالص ولو عندك السكر بتاع التموين الغامق ده على فكرة بيطلع الشربات تحفة اللي هو الغامق آه يعني الغامق ده اللي هنساعد بنجيبه من التموين ممكن حاضيك تجيبه وتشتغل منه الشربات ده ثلاث كبايات على كباية ونص من المية ونسيب إيه؟ عصي اللمونة نبدأ اللي إحنا نحطها بعد ما يغلي بعد ما يغلي نسيبه ست دقايق في الغليان مع اللمون لازم عشان يموت أي بكتيريا وما فيش أي حاجة تسكر منك تماما ويطلع معاك مصبوط وزي الفل هجينا محترمة جدا هنعملها دلوقتي البرك المقلي إزاي نقدر نعملها؟ حلويات هنجيب بس مضرب الكف بتاع المكان عشان هنبدأ اللي إحنا نشتغل فيها وننزل المقادير متاعدتها مقاديرها برعا إيه بقى دقيق ما فيهش أي حاجة دي سيبك من النشا ده خلاها هنا في جنب زبدة اللي أنا هبدأ اللي أنا إيه هسيحها حاجة بسيطة جدا عشان هنبدأ اللي إحنا نحطها فين في الحشو المقادير دقيق وسكر ولابن باودر وملح يبقى دقيق معلقتين كبار من السكر وبعد كده معلقة كبيرة من لابن باودر وبعد كده مية للعجل وعندنا زبدة اللي أنا هبدأ إيه يا دوبك بس كده أدف فيها حاجة بسيطة وهنبدأ اللي إحنا نشتغل بيه طيب دعالوا نشوف إزاي هنبدأ نعجل العجينة بتاعتنا حط عندي الدقيق حط عندي معلقتين الكبار من السكر حط لابن باودر تمام وبعد كده عندي شوية ملح صغيرين تمام كده تمام ونبدأ اللي إحنا نجيب إيه بقى يا باشا المية ونبدأ نعجل العجينة ديت مع بعض سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش أي مشكلة خالص العجينة ديت بس روح أجيب إيه الزبدة هاخد منها معلقة صغيرة عشان تزبط لي معي العجينة ديت ونبدأ نعجل قويس جدا مع بعض العجينة ديت عجينة سهلة جدا دي إيه وسكر وملح ما فيهاش خميلة ما فيهاش أي حاجة خالص وديتها معلقتين اتنين من إيه؟ من الزبدة نقلب نظني ما فيهاش أكت حسب من كده يعجينة يعني بص بمعلاقة خشب تقدرين أنت تعجينة العجينة كده مش محتاجة مية ومش محتاجة زبدة ومش محتاجة أي حاجة خالص محتاجة شوية دي كمان بصراحة قديها شوية دي كمان وابدأ إلا أنا عجينها يا مرحب إزايك؟ سلام عليكم يا مرحب عليكم السلام ربنا يباركينا في حضرتك يا رب الله يخليك يا رب تسلامي مريني والنبي ما تزعل على الله حصل الصبح دا والله دا كلنا زعلانين هو أنا لزعلان دا ربنا صبر الناس والله والله ربنا صبر الناس بعيدة عن الضحكة وبعيدة عن أي حاجة ربنا صبر أهل الناس اللي ماتت ديت يعني بجد لأن الموضوع صعب جدا بجد يعني الموضوع صعب والله حضرتك يا محمد معلش وأنا عايزة أخش على اللي هي بتاعت بتاعت عيد الأم دي هتتصل من أي مبيع على واحد ثلاث سبعات أو من أي تلفون أرضي زيرو تسعمية واحد لا زيرو تسعمية تسعة تلاث سبعات نسيبها كم ديقة بقى؟ ست دقايق تغلي معايا تمام كده؟ وتعالوا نشوف عندي الجلاش نسى شوية أعملكو برضو جلاش بالموز لديتها بتلزق في الرخامة كده قوي ما فيش مشكلة من رش الدقيق نسى تقوم ببعك لأبدأي نسى تقوم مبديه و تقوم الله نسى لأبدأ الكرم الغجينة كيب سنأبه بيها الفوطة حطها في البولة وتسبيها عندك تتغطى ايه كويس بالفوطة عندك لمدة ايه عشر دقايه بعد ما تكوريها او او بستريتش تعانا اخد الستريتش انا اغطيها بيها ونكورها قويرات زي لحدك شايفها يا دوك بس العجنة بتريح بس اغطي العجنة كده ده ونحطيك في البولة واسبها بالزبط حوالي كام نص ساعة لان العجنة ما فيهاش خميرة وما فيهاش بيكن باودر طيب فيه بقى حاجة في الشرباط لازم نخلي بلا منها واحنا شغالين فيه بص الشرباط واحنا شغالين فيه بنعمل فيه ايه لو فيه اي حاجة قريم ابيض طلع كده من على الجنب كده بنشيله بمعلقة ده شفت اللي طالع في المعلقة ده لازم يتشال عشان ده اللي بيسكر مني الشرباط بيسكر اللي هو بيعمل طبقة سكر يعني طيب نبدأ نعمل ايه بقى مين يا فندم السامع لا لا تمام هنبدأ نجيب ايه بقى يا باشا العجنة ديت بعد ما تتكور نبدأ اللي احنا نفردها فردة محترمة عشان كده بنتكلم لإيه لازم ترتاح ويا ريت نشا لان الحاجة ديت هتخش زيت طالما الحاجة ديت هتخش زيت انا عايزة تبقى مورقة لو عايزة الحاجة مورقة افرد بنشا احسن ما تديه ما تمره الديه بيكتم العجينة لكن النشا بتخليها مورقة بتبقى زي البقلاوة عشان كده لما يجي نعمل البقلاوة بنعمل ايه؟ بنهم حطين نشا في الفرد مش دقيق بص اللي ارتفاع متاحها والسمك متاحها بقى عامل ازاي؟ ماشي بعد كده بقوم جايب عندي زبدة وهجيب عندي فرشة زبدة طرية شايفة الزبدة عاملة ازاي؟ ونبدأ اللي احنا ايه؟ اخدها كده هلو الكلام هادي الزبدة ايه تكون طرية معايا اهم حاجة بس اشوف كل حتة من العجينة خدت زبنة تمام ونبدأ نلفة زي ايه؟ زي السينابون بالزبط رول كده مستاذة مانار مستاذة مانار ايوة معايا ايوة ستكون ازاي حضرتك ايوة زبنة مانار سامعك في الزبدة تكون طرية ايه يا فندم لازم ان تكون الزبدة طرية اه لازم الزبدة تكون طرية عشان حضرتك تقدرين انت تفرديها اه على العجينة لان الزبدة لو ما سكى معاك مش هتقدرين انت تفرديها كده تمام؟ شكرا يا قصي زبنة مانار شكرا لانت فيه ريم برضو حصل فين انا دلوقتي فاضلها بالزبط دقتين اتنين الشربات اه دي الريم هو اتنقوم واخدينه تاني بالمعلقة هلو اهو اتغوى البيضة دي عشان تضمني اللي الشربات يطلع معاك مزبوط بعد كده بتقوم عاملة ايه بقى في العجينة ديت ياريت تاخديها العجينة ديت بعد ما تتلف تسيبها عندك في التلاجة لمدة قد ايه ساعة بص عم حمدي بعد ساعة تبقى عاملة ازاي هتعرف تين بص دي طلعها من التلاجة هيا هتعرف تتحكم فيها كويس تقومي واخدها كده ومقطعها بالسكينة عشان نعرف ان احنا نتحكم فيها تقومي واخدها دي اول واحدة هتبقى عاملة زي الفطير بالزبط احلى من الفطير تقومي فردها كده وتقومي جايبة السكينة ومن النص عاملة دي وتقومي جايبها من هنا وتقومي طلعها من دي بنقول على ايه عشق ومعشوق كده نفرد واحدة كمان بعد ما تتفرج كده نقومي واخدينها من النص ونقومي واخدين الطرف اللي تحت ده نقومي طلعينه كده عشان تبقى حديك بالشكل اللي انت شايفها ده نعمل كمان واحدة والزيت بقى عندي يكون ايه؟ يكون سخن بعد ما تفرديها تقومي واخدينها كده بالسكينة اسلام ابراهيم كده تمام التمام سهلة تقومي واخدينها فين بقى حضرتك تقومي وحطها فين بص ازاي نعمل واحدة كمان ممكن ما تفرج بالمردنة يعني ممكن بس بقى ديك كده هي لان العجينة مرايحة في التلاجة ولازم ترايح في التلاجة كويس تقومي واخدين كده من هنا من النص حلو؟ وبعد كده تقومي بعد ما تاخدينها من النص من هنا تقومي واخدينها تحاكم وتقومي واخدينها الطرف ده اللي تحت ده اهو تقومي واخدينها من هنا وتقومي واخدينها كده تمام تعالوا بقى نشوف عندي محمد ايه الزيت عندي بيبقى سخن والشرباط بيبقى تقيل عندي او مواخد العجينة دي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نسقطها في الزيت يكون ساخن عندي ولما تيجي تسقط عجينة وعندك زيت سخن سقطي واحدة واحدة عشان الزيت ما يبردش تاني حاجة وانت بتحطي الحاجة في الزيت عشان لو فيه ايه ترتاشة جات عليك هتبهدلك طبعا الزيت ساخن فبتحطي كده بص من على الطرف كده وترميه هناك كده عكس اتجاه وشك بس كده موضوع سهل جدا وبسيط وما فيوش اي مشكلة الشرباط عندي عم حمدي خلص بقوم جايبه ازاي بقى بقوم جايب الشرباط عندي بعد ما يخلص بقوم واخده كده بحطه في البولة وما تسيبهوش في الحلة اللي انا عملت فيها انقلي ايه في بولة تانية كده تضمني الشرباط طالع معاك التقيل محترم وهمش هيسكر منك خالص الشرباط عندي هيبقى تقيل بارد اللي احنا عاملينه وورهولك هيبقى عامل ازاي تعالوا نشوف عندي القنافة هنلفها الخضر اللي احنا عاملينها في اول فاصل عايزين نصنعها كبيرة او صنية على قدها يعني ما فيش مشكلة خلي بالك بس تكوني حريصك قوي وانتي بتقلبي الصنية نشيل دي ما شاء الله تقوم واخده دي كده تقوم واخده الصنية دي حطها على الطرف التاني متاع الصنية اللي انتي ايه قلبت منها وتقوم وسحبه بسرعة وتقوم مسكناها تاني فين في الصنية اللي انتي عملت فيها عشان تطلع وتسوق تاني يعني هتخش الفرن تاني ريحيتها مش عايزة اقولك عاملة ازاي لان ريحة الفصدق ان شاء الله هتطلع معاك مظبوطة جدا تمام مش مشكلة يا روان ها ها تعالوا بقى نقلب العجينة بص يا باشا بقى التوريقة متاعت العجينة عاملة ازاي عامل الحمدي لو احنا بصينا هاضي بص التوريقة متاعته عاملة ازاي تحس اللي انتي بتسوي بقلاوة مش بتسوي وخفيف جدا جدا وبعد كده بتحط فين في الشرباط انا عامل في الفاصل اللي جاي جلاش بالموز والكرامل ده شكله يبقى عامل كده بس في حاجة بقى في سمنة زيادة عشان بس الناس اللي بتتكلم السمنة كتير بص السمنة بعد ما بيستوي بيطلع السمنة زيادة قلالة فيه فبتقوم واخدى الساك كده قلباه وتقوم واخدى السمنة دي اهي تحطها تاني وكده الجلاش متاعك يا ريت يعني بالزبط دقتين كمان الفرن يعني بعد ما نصفيه من السمنة عشان يطلع معاكم قرمش وزي الفل تعال نشوف عندي الموضوع هنا اخبره ايه هناخد فاصل دلوقتي بقى على ما هي تحمر البرق متاعي يحمر معايا ونبدأ اللي احنا نقلبه ونطلعه عنده في شرباط تقيل بارد تعال ناخد فاصل وبنقول تاني وتالت بنعز كل أسر الشهداء الشهداء الحادث المأسوي الحادث كلنا اللي قمنا النهاردة اتفاجعنا عليه في محطة مصر يا رب يجعله اخر الاحزان ويصبر أسر الشهداء ان شاء الله نشوفكوا بعد الفاصل ده الجلاش بعد ما يطلع مع الموز ومع الكراميل بعد ما يطلع وياخد اللون زي ما اتفقنا اللي على الحرف اللي أنا مسكه ده كده ويعمل بكده ده كراميل وقع من الجوه فساح عندي وما فيش مشكلة خلص مش يحصل حاجة بص البرك بقى عملت ازاي تحس ان انت بص عاملة بقلاوة فعلا مقلية في زيت طبعا مطلعها كده طبعا نعمة جدا هشة جدا جدا لان عجينة عملت وتريحت وبعد كده اتلفت بالزبدة وبعد كده اتقطعت وبعد كده عملناها زي العشق والمعشوق وشفنا عملناها ازاي وده الشكل امتاعها النهاء اهوات في الآخر هيبقى عامل كده وتعالوا نشوف عندي دية اللي هي في الزيت برضو هتاخد لون دهبي طيب على ما اللي هي بتاخد لون دهبي دية نم عمينه بقى في الجلاش هو طالع سخن كده نم اديله على طول شرباط يكون تقيل بارد اهوات تمام ويطلع عندي بالشكل اللي حضرت كده آآ شايفاها بالزبط ماشي ماشي تقوم عامل ايه بقى تاني بقى دلوقتي هنقوم واخدين عندي البقلاوة التانية دية هتجي من طلع القنافة اللي هي بالفزدق بسم الله الرحمن الرحيم هتحس الطعم الفزدق قوي في الكنافة دية جدا الكريمة جوها دلوقتي وهفتحها لك دلوقتي بس بعد ما تهدى شوية اللي مش ينفع اشتغل فيها دلوقتي ونبدأ نحط لها ايه الشرباط التقيل البارد كده ونوزعه على الكنافة بتاعتنا ايه اللون الاخدر ده اللون الاخدر ده من فزدق اه ونبدأ بقى ناخد عندي دية صفيها كويس جدا من الزيت بعد ما اخدت لون دهبي ونبدأ نروح فين عندي على الشرباط التقيل برضو نفس الكلام ونسقط الباقي ناخد شوية هم عشان هنبدأ نشتغل عندي في الجلاش اللي هو ايه بالموز والكرامل بص الشرباط بدأت الكنافة تعمل ازاي بدأت تشربه قدامها ديك اهيات فهيطلع معايا زي الفل ان شاء الله وايعجبكو جدا اهيات بدأت بص الشرباط كده وزعي بقى الشرباط كده مسيكي للصانية وزعيها على الباقي كله عشان تطلع مش هتلاقي نقطة شرباط دلوقتي هتلاقي كله متزبط معاك لعايز يعمل شرباط بقى يكون طبعا هو برة بيحط عسل كلوكوز على الشرباط التقيل هو عسل كلوكوز حلو يعني ما فيهوش اي مشكلة خالص بس بيتقل الحاجة عشان يتقل الوزن وفي نفس الوقت بيدي لمعا بصراعا محترمة للحاجة ان احنا بشتغل فيها شوية فوزده بودر عشان هعملهم ايه دكور هحط شوية كمان يعني ممكن يكون استخدامته النهار بحوالي جميل جرام هطحن وهشيل عندي ده ونبدأ نحطه عندي في مصفة زي ما اتفقنا اللي احنا لازم ما ايه منشغلش على طول نبص نكسلها وبعد كده نشغلها عشان تطلع في الآخر يطلع معجون معايا وتطلع معايا الحاجة مظبوطة وزي الفل بدأ الشرباط يروح فين يا عم حمدي هذه الشرباطة كل ما يتوزع وكل ما الكنافة بتبرد وكل ما الكنافة بتشرب شرباط كل ما يكون افضل كل ما تحفظ لك على الكنافة تكون طرية معايا وتطلع معاك مظبوطة وافتحها لك وورها لك دلوقتي تبقى عاملة ازاي عايز بس اخلص البند ده متاع بإلوة دي يا أستاذ آية ازايك يا آية ازايك حالو ممكن احبك قوي يا شيء ربنا يخليك آية اسلامي يا رب اسلامي ازايك يا آية كله تمام ممكن اعرف طريقة الروانة الروانة حاضر من عناية لتيني آية حاضر كل سنة وانت طيبة مع السلام هناخد عندي بقى إيه البقلاوة زي ما اتفقنا نقعد على نار عالية ما فيش اي مشكلة خالص فيها لحد ما اللون ياخد لون دهبي صدقيني هيا فعلا عاملة زي البقلاوة بالضبط بص التوريقة عام حمدي لو جبناها والخفية متاعة العجينة عاملة ازاي التوريقة اللي انت شايفاها دي من الزبدة اللي احنا حطناها في العجينة ولفنا العجينة بيها وبعد ما اتقطعت نحطها في التلاجة وبعدك نبدأ نفردها ونبدأ نعملها عاشق ومعشوق ونبدأ اللي احنا نحطها في التلاجة تاني عشان تطلع معايا بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده وفي زيت سخن نقليها هتطلع معايا ان شاء الله مظبوطة وزاي الفل اهم حاجة بس في الفرد نبدي نشع مش نفرد بي دقيق سهلا عاكينا سهلا منتاز سهولة تقدر تعملها في البيت والزبدة مش تاخد منك زبدة كتير سمع القرماشة عاملة ازاي ونبدأ ناخدها عنده في شربات يكون تقيل انا بنعمل حاجة بيتي فمش محتاج اللي انا اسبها في الشربات كتير عادي يعني وما فوضت اسبها في الشربات اه كتير بس كده انت بتعملها حاجة بيتي محترمة فاني ام ادي ايه شوية فزد وكده بودر من فوق وكده جاهزة عالتقديم هوريها لك ان شاء الله بعد الفاصل اللي جايد ايه حكاية الجلاش ده بقى هنجب ديه هنا كده اسهل حاجة ممكن تعمليها في حياتك في البيت وحلوة تلاقي طعمه مختلف وشكله مختلف كمان يعني بص شكله طالع من ازاي ازاي بتعملي ايه هتجيب عندك اول حاجة الجلاش ولو يطلع من الفريزر ما تستعفش على هو تقومي فتحها سيبيه تحل الاول خالص لان حضرتك لو انت خدتيه بالعافية كده وفتحتيه وهو فيه تفريز اللي هيحصل هتلاقيه متقطع منه كله مش تعافي تشتغل منه فلازم بتسيبيه حل معاك كويس جدا انا بسيبه على وش الفرن بيطلع معايا مصبوط فرشة اه عايزين فرش يا شباب فرش كلها استخدمتها فودناها بنغسلها فنستني خد المقادير المقادير بص عم حمد يقول لاش موز كرامل وعندي فوزدق بودر بس كده هو ده اللي هنددى ان احنا نستخدمه معانا حاجة بسيطة جدا قادي السمنة او زبدة اللي عايز يشتغل بسمنة او زبدة يشتغل وتقومي جايبة الجزء التاني تقومي حطها من فوق تقومي ده اهنا زبدة وتقومي جايبة واحدة تالتة وتقومي حطها من من فوق حلوة الكلام ده قوي اهو وبعد كده تقومي واخدها عندك زبدة برضو وتبدأ اللي انت دهنيها كويس جدا مش حاط كتير والله حاجة بسيطة هيا هنقوم واخدين صابع الموز طيب صابع الموز يا عم بيبقى ايه ملفوف شوية موزة معروفة تقومي جايبة بص من الظهر مش من هنا مش بالضهر من بطن الموزة نفسيها تقومي قلب الموز كده وتبدأي بص تفتحيها كده ليه عشان تبقى بشكل مستقيم كده زي اللي انت شايفها دي سهلة سهلة زي الجنبالي سعب بنعمل في الحركة دي برضي عشان نضبع ان هو يطلع بشكل مستقيم فبنيجي على البطن بتاعته وتنقوم مفتحينه عشان يطلع بشكل مستقيم كده سوس كراميل عملنا اكتر من مرة لو ما فيش ما فيش مشكلة خالص شوية فوز دق بودر اللي عنده سوداني ممكن يحطه سوداني وتقومي واخده بص دي الجزء ده كده هنا كده في القفلة متاعتها والجزء التاني برضه هنا كده حلو الجزء ده ما في وص ايه زبدة فهتديله مسحة زبدة بسيطة وده نفس الكلام وتقوم واخده ديت ولفاها رول لحد ما توصل للاخر بعد ما وصلنا للاخر بنجيب سكينة حامية ونبدأ نموس الجلاش من فوق اهو ما ننزلش للاخر يعني الربع كده بالزبط عشان يطلع بالشكل اللي حضرتك شايفها ده نقول مجيب يا راكين فين بقى عندي على صج كل الزبدة اللي احنا نحطها دي عمي ده كتير مش كتير ولا حاجة ما هو بيست لازم عشان يستوه ويطلع متحمل لازم يطلع كده فممكن لين انا اعمل فيه حركة كويسة جدا اللي انا اصفي كل الزيادات دي هجيب عندي السمنة السيحة دي ونبدأ ألماحة من فوق عشان يطلع في الآخر بالشكل اللي حديك شايفها ده هناخد واحدة كمان ونعملها جيب واحدة جلاش هما ثلاثة بس ثلاث طبقات الناس اللي بتنزعج من الزبدة او من السمنة حضريك انت بيجي بيها والتبدأ اللي انت تحطي فيها يعني بعد ما يستوي خالص بتبدأ تصفي السمنة ودخليه في الفرن بالضبط خمس زق كمان بنعمل الحركة دي في البقلاوة بنعملها في حاجات كتير جدا نصفي السمنة زيادة والقنافة ما طلعتش سمنة بينها خالص تاني اوليك حركة الموزة الموزة هيت الضهر متاحها اهو فمنقوم قلبنها كده من على البطن متاعتها ونبدأ ان احنا ايه نديها سكينة كده من هنا وننزلش بالي الاخر عشان اما اجفتاحها تطلع بشكل مستقيم زي اللي احدك شايفها واروح جايب بصوص الكراميل واروح جايب الفوز ده وهو امي طبق كده وهو امي طبق دي كده ونقوم يدييني الزبدة او السمنة واخد الموز ده ونبدأ نلف 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 لحد ما نوصل للاخر بعد ما نوصل للاخر من امي واخديني سحبيني علينا ونجيب السكينة وبميل يلا فينا بعد كده هنقوم عاملين ايه واخدينها عندنا في الصاج متاعي اهو ونقوم دهنينه من فوق زبدة اساسي طبعا او سمنة اللي انا اشغال بها دي زبدة فاللي عايز اشتغل بزبدة يشتغل العايز اشتغل بسمنة يشتغل واسيب موزايا هابدأ اللي انا عمل بها دي كور اعمل بقى الكمية اللي انا عايزها ونبدأ نحطها عندي في الفرن طبعا ما فيش تريحه عاجينة ولا في اي حاجة خالص على طول بابدأ اللي انا نحط الفرن درجة حارة المتوسطة هيطلع عندي بالشكل ده تديله عندي الشربات التقيل البارد الكنافة عندي خلاص شربت عندي ووريهالكة تبقى عاملة ازاي خلينا نشوف بقى ازاي نقدر نقدم مع بعض التشكيلة الجميلة دي بعض الفاصل اشتركوا في القناة موسيقى ورجعنا تاني بعد الفاصل اللي عملنا الجلاشقة هو تقدمناها بسوس كرامل وشوية فوس دق بودر طي تعالا بقى نشوف عندي يابهاشا بقى الكرامل اللي عامل ازاي كده الحاجات البرك اللي انا عملته تمام؟ وبعد كده تقوم واخنا عندنا سوس شوكالاتة برضه نحط في النص بعد كده ايه؟ نقوم بعضين عندينا المسابقة متاعة عيد الام اللي احنا بنتكلم فيها الارقام التليفونات اللي انت بتقدر التواصل معها غير ارقام التليفونات اللي قدامك ديت ارقام التليفونات الخاصة بعيد الام اللي احنا ان شاء الله هنجيب عدد منه هنا ان شاء الله يكون كويس ان شاء الله هنتمنا ان شاء الله نقرر من الامهات كلها كلهم على دماغتنا من فوق هنبدأ ان شاء الله اللي احنا نكرمهم عن طريق ارقام التليفونات او قصة حياتك تكتبيها او قصة كفاحك تكتبيها في رسالة عن طريق ان انت تتصل بواحد 3 سبعات من اي موبايل او 090937 من اي خط ارضي دي البقلوة اللي احنا عملتناها هيط واتعالوا بقى ناخد شوية فوزدق معانا بوضر ونقدمها بالشكلة لحدك شايفها ده أو بالهنة والشفة ممكن تجيب خلا على فكرة والجزاعة ديت لكن انت تسيبها كده شكلها حلوة قوي مش محتاجة ان انت تسيب خلا طيب هجيب عندي بقى طبق اللي انا هقدم فيه الكنافة يعني بعد ما تسيبها تهدى بشوية كده هتبدأ ان انت تقطعيها وهو الهلك هتبقى عاملة ازاي بسم الله الرحمن الرحيم هجيب الطبق هجيب القنافة اللي ايه بالفوزدق وانقوم واغدينها وتقوم واغدها بالفوزدق ايه نحط عليها فوزدق وتتقدم من الشكل اللي حالك شايفها ده اللون ده من ايه بقى اللون ده من اخدر طبعا بعد ما تستويه اصلا بتوقع اللونها غامق بشوية هيا ما فوت تخش على درجة هارة هادية زي لو اتحد يسمى عن كنافة اسمها البلورية البلورية دي برضو انه من انواع الحلويات اللي لازم تتحط على درجة حرارة هادية عشان تطلع اللون بتاعها ابيض اللي هي الكنافة البيضة فيش عاد بنلاقي كنافة البيضة بستوية بالفوزدق بالفوزدقية فطيب عن الكنافة البيضة دي ايه كنافة عادية بس تحط لها ميت زهر وماء ورد وتبدأ تخش على درجة حرارة مية واربعين عشان تطلع في الاخر البلورية دي تطلع بيضة نفس الموتوع في الفوزدقية دي لازم تعملها على درجة حرارة دي عامل حاجة بيتي انا مش عامل حاجة بمحلات تعملها لكن لو انتي بقى تعملها بشكل بروفاشنال قوي انتي توطي درجة الحرارة خالص عشان اللون كله يطلع نفس دي اللغدر وتطلع في الاخر المستوية وزي الفل دي بالجبنة هتبدأ تسح معاك يخلي بالك الكنافة واخدى فوزدق كل اللي استخدمته فوزدق اول عن اخر ميت جرام في الصينية دي سواء في الدكور شوية الدكور انا حاطيتهم او في الكنافة اللي خدت الفوزدق متاعتنا دي كانت حلقتنا النهاردة وقادي الجلاش اللي احنا عملناه على الهوى بيبدأ اللي هو يستوى على درجة حرارة زي ما اتفقنا 180 او 170 بعد ما يستوى معايا قدام حضرك اهوات هنبدأ اللي احنا نصف في السمنة اللي فيه الزيادة وبعد كده نبدأ ان احنا دخلوا الفرن عندي خمس دقايق ونبدأ اللي احنا نحط عليه الشربات التقيل البارد بشكركم جدا اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج المطعم سامحونا اللي احنا النهاردة مش في المود لان البلد النهاردة في حدث غريب حدث مفجع جدا اتمنى ان شاء الله البلد يتعدى اليوم النهاردة يعدى على خير وكل اللي بتمنى طبعا الصبر والسلوان لأسر الشهداء وأسر الضحايا الحادث الأليم اللي في محطة مصر هنعرف طبعا تفاصيله من قنواتنا طبعا ونشوف اللي حصل ايه بالضبط لكن احنا ما نعرفش ايه معلومات غير الفيديوهات اللي احنا شفناها بشكل البشر اللي احنا شفناها الصبح فاضطرين احنا نطلع الحلقة النهاردة احنا كناش عاملين حلويات كنا عاملين حلويات النهاردة وما كناش نعرف طبعا الاحداث قلنا من ساعة باشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من برنامج المطعم السلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة